موسيقى أهلا وسهلا بك أهلا نهجر أستاذ محمد بدي أبلش معاك بسؤال بخصوص الإعلام برضو وخصوصا الإعلام العالمي هلأ بتداول بأن الحرب على غزة بلشت بسبعة أكتوبر هل فعليا هاي الحرب بلشت بسبعة أكتوبر يتداول الإعلام بأن الحرب بدأت في السبعة من أكتوبر هذي الحرب لم تبدأ في السبعة من أكتوبر هذي الحرب بدأت عام 1948 من تاريخ 1948 حتى يومنا هذا كل يوم في حرب هذي الحرب مستمرة 1948 من النكسة حزيران 1967 الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية ومعركة النفق وثلاث حروب على غزة واجتياح لبنان هذي حرب مستمرة يوميا في حرب الحرب بدأت من اعتداءات المستوطنين اليومية على المسجد الأقصى وفي القدس هذي الحرب يوميا تتكرر باعتداء المستوطنين على الطرقات مبارع أحركوا حوارة كاملة تحت حماية جيش الاحتلال هذي الحرب كل يوم مستمرة كل يوم مستمرة كل يوم لها مقدماتها أسبابها ليست هجمة المقاومة الفلسطينية على مستعمرة غلاف غزة أسباب هذه الحرب الاستفزاز اليومي والقتل اليومي والحرب اليومية يوميا فيه عندنا قوائم شهداء كل يوميا ثلاثة فيه اعتداء بالطيران والدبابات والمصفحات على جنين وعلى نابلس وعلى رمالة وعلى الخليل وعلى القدس يوميا فيه حرب يوميا فيه أسباب استفزاز المقاومة عدة مرات طرحت لا تستفزون بالقدس لا تجربون بالقدس وجربتونا حطيتوا الحوازي الأكترونية وتم خلحها من جذورها غصبت على الرأس نتنياهو هذا الشعب عظيم ما راح يسكت لك هذي الحرب مستمرة من 1948 احسوا عدد الشهداء عربين شو وصل عدد الشهداء من 1948 وكابل 1948 من أيام الانتداب البريطاني عارفين قديش عدد الشهداء خوفتنا أعواد المشانق اللي حطتها بريطانيا للشعب الفلسطيني ما خوفت حدا يوميا عشرت الشهداء والشهيد ليس شهيد مرفوض أن يضع فقدان شخص استشهد الشهيد أسره أم ربته كبرت زوجة رملت أطفال تيتمت بيت نكستوه أب خلفه ربه أشقاء وشقيقات تركتوا أثر في قلوبهم إيش بدك يقدم لك ورد لما تغتال أخوه إيش يقدم لك طبق حلويات شكرا إنك اغتلت أخوي كل واحد إن أذى من كل شهيد اغتلتوه في قلبه حقد وفي قلبه الثار وهذا شعب الجبرين إذا نسين ما استوعبوها ما قدروا يعرفوا لوين رح توصل لأمور هذا شعب فلسطين هذا ما رح ينسثاره والآن هذه الحرب أظهرت حقيقة كشفت لكم 220 أسير بتعترفوا فيهم أكثر من نصهم مش إسرائيليين بينهم جنود لا يحملوا الجنسية الإسرائيلية أنتوا مرتزقة في كل شه حتى جيشكم النظام مرتزق ما يحدث في غزة من عدوان هل يجوز صفته بالحرب هذه هاجر إذا إحنا بدنا نكون نردد مثل الببغاء كيف بدنا نعتبرها حرب الحرب بين دولة ودولة الحرب تحدث على حدود دولة ودولة الحرب بين جيش نظامي وجيش نظامي الحرب بين قوتين متكافئتين بأي صفة بدي أحكي لو حكيت جيش الاحتلال الإسرائيلي هل بالقوته وإمكانياته والنووية والصواريخ والطائرات جيش مصنف رقم 18 عالميا هل هو بمستوى حركة تحرر وطني فلسطيني تصنع أسلحتها من خردة سيارات ومن مخلفات كيف بدأ صنفها حرب خصوصا هذه الحرب هذا العدوان الدائر حاليا باليوم الأول كان بوارج أمريكا على شواطر البحر المتوسط باليوم الأول كانت طائرات أمريكا تجيب الدعم من صواريخ وقذائف وتعطيهم تيكولوجيا ودعم للقبة الحديدية كيف بدأ صنفها حرب بأي صفة بدأ أعتبرها حرب هذه ليس حرب هذه عدوان من جيش احتلال على حركة تحرر وطني فلسطيني تسعى لمقاومة الاحتلال واخراجه عن أراضيها لا يجوز تسميط حرب هذه تسمى وتصنف عدوان وليس حرب طيب طبيعة الأهداف اللي بتطالها غارات الاحتلال على غزة كيف يصنف اختيارها في مصطلحات الإعلام أستاذ محمد هذه أهداف المهزوم هذه يعني لا شك إنها أهداف المحاصر والمهزوم جيش بكل قوته ودعاء العالم بأنه الجيش الذي لا يقهر إيش بقصفه؟ تقصف مباني، مخابز، مشافي، مركز إيواء فيها نساء وأطفال نايمين شايفين كل إعلام بصور لك إيها اللايف مين هم اللي نايمين بساحات المستشفى؟ إن هدمت بيوتهم نايمين بساحات المستشفى تحول المستشفى لمركز إيواء ومرضى قاعدين بتعالجوا جرحا كل يوم عندك ذريعة وكل يوم عندك أكاديب بترويجها للعالم كيف بدأ أصنفها أهداف حرب؟ هذه ليست أهداف حرب هذه جرائم ضد الإنسانية، هذه حرب تطهير عرقي إنت بدك تخلي غزة حاولت بكل قوتك وثقلك ودعايتك الانتخابية وكل إعلامك المزور ترشد الناس إنه أهربوا من غزة ورحوا أقعدوا في جنوب غزة مشان تطلحهم بكرة بدك تخلي غزة ما تمكنت أنت سرت تقصف في بيوتهم مبنى ناس آمنين وهم نايمين تيجيهم القذيفة كل يوم كل مبنى 30 شهيد و40 شهيد و50 شهيد داخل أنت مدخل بين الصحفيين جواسيس ينقلوا لك الصورة ونقلوا لك الصورة لك تغطي الشمس بغربال ما بتغطي الشمس بغربال أنت بتقتل أبرياء بتقتل أطفال وبتقتل نساء هذه ليست أهداف حرب وعلى محكمة العدل أن تتدخل فورا على المجتمع الدولي أن يتدخل فورا هذه حرب تطهير عرقي ويجب وقفها بأسرع وقت ممكن أي جيش هذا؟ الجيش هذا الجبان كلنا بنذكر لما كان يدخل على قبر يوسف الجبات المصفحة والمصفحات والتسليح والطائرات المسيرة والطائرات المقاتلة لكي تحمي عشرين واحد يدخلوا على قبر يوسف يتصوروا هنا دخلنا وكانوا من بداية دخولهم إلى خروجهم يواجهوا مقاومة شارسة جدا من شباب نابلس أي جيش هذا؟ أنت بتقتله في مين؟ بتقتله في مدنيين هذا اللي شار سلاح في نابلس وبجنين بيعلم الله شو باعه وشو يشتغل مشان يجيب ثمن سلاحه ورصاصه حاط الرصاص اللي معه جيشكم الجبان لخانكم وباعهم الرصاص هذا أنتوا كيان زائل ما إلك وجود ما إلك رقم ما إلك حدوء ما إلك فراغ ولا في وسيلة قياس قيسك فيها في يوم من الأيام رح تنتهي ورح تروع على بلادك إذا ما روحت في صندوق هذه فلسطين والأمة العربية إذا ما غفلتوا انتبهوا كل شوارع الدول العربية شوارع عمان شوارع ليبيا شوارع تونس شوارع المغرب شوارع الكويت شوارع الجزائر ما أبدأ أعد الجميع مشان ما أنسى حدا شوف الشارع العربي بديش أحكي الشارع العالمي ما حد رح يسمح لك بفلسطين ولا رح تنفرد بالشعب الفلسطيني بجزء من الشعب الفلسطيني شوف الضفة الغربية مخيم نور شمس كيف 13 واحد منكم بروحوا من ألعاب ألعاب سولكم إياها مراجل جي تغتلت 13 فلسطيني بمخيم نور شمس مراجل بتعتدي على جنازة شهيد مبارح بالليل في القدس هذه ليس مراجل ولا قوة جيش ولا أصول جيش ولا قواعد جيش ولا في الأدبيات العسكرية تعتبر جيش هذه أهداف جبانة وهذه تطهير عرقي وهذه لن يسكت عليها المجتمع المدني لأنه لا يستطيع تحمل فتورتها كل يوم 200 شهيد 8000 شهيد بعشرين يوم العالم كله لا يستطيع تحمل الفتورة وهذه هزيمة تسجل على جيش الاحتلال أنا بشكرك أكيد أستاذ محمد على هذا النقاش وأكيد إحنا مستمرين بإزالة الغربال عن الشمس التي يعتقد الجميع بأنهم سيحاولون تمس الحقائق ولكن لن يستطيع أحد ومستمرين بإزالة رب العالمين في هذا البرنامج وفي برامج أخرى عبر شبكة منصات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر